السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته و اهل الوصول كل السنة حضرتك طيب يا دكتور كل السنة وانت طيبة معلش يا دكتور انا استاذ حضرتك بس في سؤالين معلش معلش يا دكتور بص يا دكتور حضرتك انا احنا سببنات الله اكبر معنى يا دكتور الله اكبر الله يا رب انا خليك يا دكتور احنا الحمد لله الستة متجوزين والولد متجوز بس فيه واحدة بس مش متجوزة. هي عندها 43 سنة. يعدلها لها ربنا ويسطرها معاها او يرضيها باللي هي عليه. يا ربي يا دكتور. بص يا دكتور هي الوحيدة اللي عاش مع اماما وبابا. المشكلة اماما السنها كبر. الحمد لله. اه بص هي والله العظيم يا دكتور. اختي بتعامل ابو يا امي بما يرضي الله. بس وبتحاول ترديم على قد ما تقدر. وبتصلي وبتصوم ورحت عمرة الحمد لله ربنا كرمها. بس ماما زي ما تكون مش طيقاها عشان هي مش متجوزة. يعني هي فكرها ان هي ايه بتحب تجوزة بناتها كده. بس دي حاجة غصبا عنها. هي متجوزتي. يعني ايه ناصبها ما تجلهاش. هي اختي راضية وكل حاجة. بس اختي ماما على طول بتتخلق معاها. ليل ونهار. حتى لدارك السعب بتدع عليها. بس اختي والله يعني بتعمل لها كل حاجة. حتى بتلبس الشراب لابويا وبتعمل لهم كل حاجة والله. وممكن ما تخرجش عشان خطرهم. يعني يعني بتحاول تراضيهم بقدر الامكان. هل ربنا برضو هي عازة بس تفنع منا الكلمة. هل ربنا ممكن يستجيب منها? هيجبر ربنا خطر اختك وحيرضيها وحيكفئها. ومش هيستجيب دعاء امك عليها. دي قاعدة خدوع فضوها. انت لو عملت مع الاب والامة والجن البني. مفيش جن بني ولا جن ازا. اه? لو عملت اي حد في التاريخ في الدنيا. معاملة ترد ربنا. وهو دع عليك لا يستجيب الله. الكلام ده نعرفه في الدنيا. تلافق لي تهمة. الافق لك تهمة لا يقدر الله. اه? انما عند المولى عليم. فلا يستجيب دعاء ظالم. امك ظلمة غزبة عنها. نفسها ثقافتها بقى. كبيرة في السن. وكان نفسها الامورة تجيب عيل يتخرج في الحقوق. ويتضرب عند محامي كبير وطلع كرنيه نقابة ويشتغل كده محامي ونقول اهلا يا ابن بنتي. وبتعال قدها غالبا. النصيب مجاش. وقتك زي ما بتقولي طيبة وبتصلي وبتخدم ابوها وامها. الجواز اخوانا اخدوا كلمة لله وكلمة ليها. الجواز مش هدف استراتيجي. من غير تعطيش الجيم يعني. انا قدر اعطش ابوها. ها. بس بستخف بالبنعيان همه. الجواز مش هدف. انبياء كسيدنا عيسى عليه السلام لم يتزوج. وسيدنا يحيى عليه السلام لم يتزوج. وابن جرير الطبري من السادة العلماء. جار الله ازا مخشري على صحيح لم يتزوج. كتير جدا من العلماء لم يتزوجوا. خربت الدنيا. وجد ما يشغله. وفيه مسألة فقهية. يعرفوها السادة الفقهاء. ايوهما اولى التفرق للعبادة. هام الزواج. شبت المقارنة بين ايه و ايه. يعني يجوز. ان يفرغ الانسان نفسه للعبادة. ولا يتنيلش. ولا يتنيل. حاجي من اللي تشغله ووي 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 ووي. اما الفيرود. اللي ما يطقش الحياة من غير واحدة ست. ومعاه. فزواجه واجب. اللهم بنلاك توب اللهم ما فاشل.